مرحبا فيكم بفيديو جديد رح نحكي اليوم على أهم القواعد والملاحظات يلي لازم تنتبه لأنتي أثناء التعامل مع الأوفررايدنج بجافا هاي الملاحظات ما حبيت حطك الوحد بمثال مشان لي طول الشرع على الأوفررايدنج والعالم تفكروه هو المفهوم اللي بيخوف وما لازم يتعامل معه وانما حبيت إجماعها بملاحظات رح أمروا عليهم وحدي 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 وإذا في أي سؤال على أي وحدي شاركونا فيه بالأسئلة بالتعليقات مشان تعمل فائدة عن جميع بالملاحظة الأولى كاتب لك قائمة الوسطة يجب أن تكون نفسها بالطريقة اللي أنت عم تعملها يعني أنت ورسة الطريقة فيها ثلاث وسطة لازم تكون الطريقة اللي بالإبن اللي عم تعملها إعادة صياغة أنت أو إعادة تحقيق كمان بنفس الوسطة كعدد وبنفس الترتيب وبنفس الأنماط يعني ورسة الطريقة فيها ثلاث وسطة ما فيك تروح تعملها بوسطين ما فيك تروح تعملها بأربعة يعني الالتزام يشمل عدد الوسطة ما بتزيده ما بتنقصه ترتيبه ما بتلعفه وأنماطه ما بتغيره هاي بخصوص الوسطة كاتب لك نمط الإعادة بالطريقة اللي أنت موجودة بالصف الأب ما فيك ترجع أنت تغيره يعني مرجع دبل فبترجع دبل مرجع انتجر فبترجع الانتجر لذلك كمان ممنوع تلعب بنمط للإرجاع إذا كانت الطريقة الموجودة بالصف الأب ببلك عمليا أنت ما فيك تخصخص وتعملها برايفت أو بروتكتد يعني يمنع أن تقوم بالتعامل مع محددات الوصول للطريقة اللي عم تعملها عمليا ممنوع تعدل الوسطة ممنوع تعدل نمط الإرجاع ممنوع تلعب بمحدد الوصول كاتب لك إذا الطريقة الموجودة بالصف الأب فاينل ممنوع تعملها شو يعني فاينل ما فيني يقول لك فاينل غير هي شي بيسبد المتحول كمتحول يعني مثلا اللي بيعرف سي أو سي بلاس 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 وقتك انت تقول كونست انتجر اكس بساوي عشرة يعني انت ما بدك بقى حدا يعدله لهي العشرة ونفس الشي هوني بجابا وقتك بتقول فاينل انتجر عشرة كأنك سبتتو صار سابت هذا الاكس ممنوع حدا يعدله ولكن انك تعمل طريقة فاينل شو الغاي منها الغاي منها متل ما أنا موجود بالملاحظة ما بتحب حدا يعملها أوفرايد تمام؟ يعني إذا انت بصف أب وماك حابب حدا يعمل أوفرايد لهي الطريقة بتعملها فاينل بكل بساطة ممنوع بقى حدا يعملها أوفرايد لحده يخلط بين الفاينل وانه الطريقة التي ليس لها الجسم اللي هو تجريد بتمنى ما حدا يجتهد من ذاته فاينل لتسبت الطريقة وتمنع حدا يعملها أوفرايد فقط مثل ما الفاينل بتسبت متحول وأنا مخصص لفاينل مجموعة فيديوهات مثل ما فاينل بتسبت متحول ممنوع حدا يعدل قيمته هون سبتت الطريقة ممنوع حدا يعيد تحقيقه بالصف اللي هو فيه إذا عندك طريقة ستاتيك وصلنا بنعرف شين الطريق ستاتيك ممنوع تعملها أوفرايد يعني هذه ملاحظة معظم الطلاب توقع فيها الطريق لستاتيك ممنوع تعملها أوفرايد إذا عندك طريقة مفيك تورسا فعمليا مفيك تعملها أوفرايد شو هنا طريقة مفيك تورساي نفترض أن الطريقة برايفت ممكن يجيك سؤال نظري بالامتحان اذا كان لديك طريق او هل تستطيع اعادة تحقيق الطريقة ويكون الدكتور او الاستاذ هتطلعك لبراينت برايفت انت بالاصل ما انك تدران تبرسها كيف تعملها افورايد اتمنى لكل ينتبه هاليا اخر ملاحظة اذا انت بباكج واحد وعندك صف بباكج اثنين اذا كان هالصف الموجود بالباكج واحد طرقه مشان تقدر انت يتورس منها وتعملها افورايد لازم تكون هذه الطرائق مانا فاينال او او بباكج او بروتكتد منوع تكون ديفولت اذا انت بباكج واحد بدك تروح توصل لباكج موجودي لكلس موجود بباكج اثنين وتورسه وتعمل افورايد للطرائق طبعيته لازم هالطرائق ما تكون فاينال ولازم تكون بباكج او بروتكتد لانه اذا ديفولت انت ما رح تقدر توصل لهاي المعلومات لذلك انتبهوا على كل هاي الملاحظات اذا في ملاحظة ما شرحتها بطريقة وصلت لازهانكم بتمنى تشاركوني فيها وتنوهوني علي برجع بشرحها بالتعليقات وبتمنى لك اللي يشترك بالقناة تفعل زر الجرس شوان يوصلكم كل جديدنا مشوفكم ان شاء الله فيديوهات جديدة اشتركوا في القناة